الآن سنقوم بStyle لكل recipe من هذه الريسيبي. فبداية سنقوم بالStyle للكنتينر لهذه الريسيبي الموجود بصفحة الباجز. فضلا سنتهب بصفحة الاندكس. انا قلت باجز اعد ذلك. فضلا هنا لدينا كلاس نيم كنتينر كنتينر ولدينا ريسيبي كنتينر. هذه الريسيبي كنتينر ساقوم باضافة هنا styles لها. ساجلبها من import styles from. هنا من الستايل سنقوم بانشاء الان recipe module dot css. اه هذا الملف سننشئه الان. وبداقل هذا الملف سنقوم بانشاء style اسمه recipe container. فاذا الان سيقول هذا الملف غير موجود لانا لم ننشئه بعد فسنذهب وننشئه. فاذا سنذهب الى styles وننشئ ملف recipe dot module dot css. بداخل هذا سنقوم بانشاء recipes container. وهنا سنضع سنضع له background red مثلا. فاذا كيف سيبدو ذلك? فاذا تحديث. ونلاحظ ظهر لنا في اللون. هذا اللون الاحمر طبعا. هذا اللون الذي سنعتمده. آآ بالتأكيد لا. آآ فقط انا اقول لي يعني لاختبار الاستايلات. اكتب هكذا. فاذا بداية آآ سا اقوم بسحب هذا. هكذا. فاذا بداية اريد جعل هذه الrecipes تظهر ك grid هنا. فبالتالي هنا ساقوم ب display grid. وستكون grid template columns. سنستخدم repeat. الان سأريكم اعرف انها لا تظهر بشكل جيد. سنستخدم ثلاثة آآ ثلاثة ريسيبي بالسطر الواحد. فاذا نلاحظوا ستظهر بهذا الشكل. ثلاثة ريسيبي بالسطر الواحد. آآ ممتاز. آآ ايضا لا اريدها ان تأخذ كل المساحة الكنتينر. فبالتالي سا اجعل ان الماكس تويث لهذه القريد يكون تسعين بالمئة. واريد التوسيط في المارجر من فوق تحت top bottom one rim وعلى الجوانب اوتوم. هذه هي طريقة التوسيط. فاذا نلاحظوا تم التوسيط نوعا ما. آآ آآ اعتقد فقط سنجعل هناك مسافة بين عناصر القريد. فيمكن ان نجعل مثلا عشرة بيكسل. جيد اصبح بينها آآ مسافة. طبعا بالتأكيد آآ هذه هي الريسيبي بهذا الشكل. شكلها جيد. لا بأسة به. لكن مجرد ان المسافة تقل فاذا الريسيبي ستأكل بعضها هكذا بهذا الشكل. ستتضارب فيما بينها. فالحل لهذا الموضوع هو ان نستخدم ميديا كويري للرسفونسيفتي. فسنستخدم هنا سكرين. آآ آآ سكرين ميديا كويري هي الخاصة بالآآ بيجعل هذه الصفحة يعني تعمل على الاجهزة مختلفة. آآ سكرين يعني هذه الشاشة. فاذا كانت تعمل على هذه الشاشة فاذا وايضا كان المين هو عبارة عن سبعة ثمانية سبعة بيكسل يمكنك ان تضيف اي رقم فعليا. يعني بالتجريب تجد هذه النقاط تجدها بالتدريب. فاذا كان آآ بالتجريب عفوا. فاذا كان المين هو هذا الرقم. وكان الماكس هو هذا الرقم الف ومائتين بيكسل. فانا اريد فعليا ان عفوا. 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 و تكون عبارة عن عنصرين بالسطر الواحد. فاذا الان لنرى كيف يبدو ذلك. لاحظوا. لاحظوا. الان ثلاثة. عندما يقل الويت. سيصبح اثنين. اثنين. وثم طبعا. اذا اصبح الويت يعني اقل من. اذا اصبح الويت اقل من سبع مئة. فانا اريد فعليا. لاحظوا ساكتب هنا انت. وهنا ساكتب ماكس ويت. اذا الحد الاقصى للويت كان سبعة ثمانية اه ستة بيكسل مثلا. فانا اريد ان لا يكون بعد الان عبارة عن اه لا يكون عبارة عن اه اريدها عبارة عن بلوك. لاحظوا الان ستصبح فوق بعضها. لم تصبح فوق بعضها. لماذا? فاذا الان سنرى اه مرة اخرى. فاذا لم تصبح فوق بعضها البعض. فاذا دعوني اصحح. الان اصبحت فوق بعضها البعض بهذا الشكل. جيد. فاذا انا قمت بي اه الشائق الان. في السياس اس. فاذا هذا بالنسبة لرسبة منتاز جيد جدا. ماذا بعد. اه فالموضوع انا نريد ان نقوم بستايلينج لكل عنصر من هذه الريسيبي. كل واحدة منها نريد لهم. وللقيام بهذا الموضوع علينا ان نذهب لكمبوننت الريسيبي. لان هذه عبارة عن كومبوننت الريسيبي. فلنذهب لهذا الموضوع لنذهب لكمبوننت اه كومبوننت ريسيبي. ولاحظوا بكمبوننت الريسيبي جلبنا كثير من الاشياء. اه هنا. اذا جلبنا ال اي دي. التايتل. اه و ال او لا نحتاجه. فاذا ساقوم بحثة. هذه الامور كلها سنضيفها. اه وهنا لدينا هذه الريسيبي. فاذا انا اريد فعليا جلب من موديول الريسيبي. اه واعتقد اه هنا سيكون موجود. لنرى. طبعا غير موجود. اه نعم مسار واحد للآن. فاذا جلبت الستايلات من موديول الريسيبي. واذا الان سأضيف هذه الستايلات هنا. واعدل كثيرا على طريقة عرض ال اه اعدل كثيرا على طريقة عرض هذه الكمبوننت. فبداية سنضيف هنا الستايل. فاذا سنكون لدينا اسمه لكل الهذا. وايضا سيكون لدينا هنا سيكون لدينا اميج. اه لاحقا سيكون لدينا قسم خاص فقط عن التعامل مع اميجز. اه مبدئيا سنضيف اه لهذه الاميج سأضيفها من موقع يكون كل الصورة كل لها نفس الصورة الآن. لكن لاحقا اه سنغير ذلك كما اتفقنا. فاذا مئتين. هكذا وسأكتب هنا. هذه الاميج ايضا سأضيف لها الذي سيكون عبارة عن ستايل ثمنا. فاذا انا انسة تظهر الصور. لاحظوا ظهرت الصور. فاذا ممتاز. طبعا هنا هكذا. ممتاز. اه بعد عرض الصور صورة الصورة الرسيبي. بعدا هنا انا اريد ان اقوم باضافة دف اخرى. هذه الدف سيكون لها class name styles recipe details. هنا سنضيف بعض من الرسيبي details. من الرسيبي details التي نريد اضافتها. اه نريد اضافة ايضا سنضيف لهذه الرسيبي. فاذا بالنسبة لهذا سننطيها class name styles recipe title. وبالنسبة لهذه سنطيها styles recipe dash link. بالنسبة للحرف للرسيبي سيكون التالي هو عبارة عن slash وثم ال id لهذه الرسيبي. اه وبالتأكيد اسم هذه الرسيبي سيكون ضمن ال اي تاك. فاذا هنا لدينا title. فاذا هذا هو. فاذا الان لاحظوا سيصبح لدينا هنا title وهنا title لان بكل بساطة يوجد title اخر هنا. فاذا يمكن ان احدف انا هذه الاشياء. فاذا الان ظهر لنا title الرسيبي هنا. فاذا ممتاز. فاذا بعد details والتايتل نريد اضافة description. والdescription فنضيف له class name styles recipe description. هذه الاسطايلات كلها الان بعد قليل سنكتب ها بالcss وهنا سنكتب description. ممتاز. بعد description نريد ان نضيف داب جديدة نضيف فيها المتة الخاصة بالوصفة. مثلا وقت التحضير. اه يعني هذه الامور. وقت التحضير. وقت الطهي. اخر تحديث هذه القصص. فاذا هنا سيكون اسمها متة او recipe meta. وبداخل recipe meta سنضيف paragraph. سيكون له class name styles. وهذا الstyle سيكون اسمه recipe meta item. وهنا سنضيف مثلا updated at. وسنضيف التاريخ هنا. الذي هو updated at. فاذا لنرى ذلك. نفس القصة القديمة. اه بالنسبة للأيتم الاخرى ايضا سنضيفها. بهذا الشكل. او ربما هنا على فكرة نضيف شيء اخر هنا. بدلا ان نضيف بهذا الشكل. نضيف هنا span. ونضع فيها updated at. و span اخرى. نضع فيها التاريخ. updated at. وهذا نكررها. فاذا هنا نريد ان نجلب الميل. وهنا ميل. وهنا السيربينز. وهنا ايضا سيربينز. ونطبق ذلك على كل المتة. وهنا نضينا cook time. وهنا cook time. نفس القصة نكرر. وهذا preparation time. وهذا preparation time. وايضا عن preparation time. والاخيرة ستكون total time. وهذه total underscore time. فاذا كيف سيبدو ذلك? فاذا اللي نرى هنا. فاذا نلاحظوها هو. فاذا انظهرت لدينا الميل. dinner, servings, cook time. وآه preparation time. طبعا انا سيدا اقول لكم في بداية هذا القصة من الفيديوهات. انني قم باضافة بعض الريسيبي. آآ لهذا الموقع حتى ترونها بهذا الشكل. فقم باضافة بعضها. ويمكنكم ان تذهبوا وتضيفوا بعض الريسيبي. حتى تتضربون عليها. مثلا ثلاثة ريسيبي حقيقية نوعا ما. آآ حتى يعني تشعرون انكم تقمون بشيء حقيقي. فآآ انا قم باضافة ثلاثة ريسيبي هنا. واعتذر انني نسيت انا اقول لكم هذا الموضوع. طيب الان انتهينا من موضوع الريسيبي. انتهينا من هذا الموضوع. قمنا باضافة معلومات الريسيبي او بطاقات الريسيبي التي نحتاجها. آآ طبعا لم نضف النوت ولم نضف بالتأكيد. لان هذه صفحة عرض الريسيبي وليس عرض كل شيء. فبالتالي انتهيت انا فعنيا. لكن فقط سأذهب بالستايل حتى اضيف الستايل لهذا الموضوع. سنقوم بستايل هذه الريسيبي حتى تبدو بشكل افضل نوعا ما. فلدينا الان آآ ريسيبي ولدينا ريسيبي ديتيلز ولدينا ريسيبي ثامنيل. فسنذهب لي الريسيبي موديول هنا. وبداية عفوا هنا ساكتب تعليق. اول شي قمنا نحن بآآ بستايل للكونتينة. والان نريد استايل لشيء اخر الذي هو الريسيبي كارد او الريسيبي آآ سنجل ريسيبي. فبدا هنا سنجل ريسيبي. بداية سنبدأ مع الريسيبي ونعطيها باكي جراوند ريد. ما رأيكم؟ نعطيها باكي جراوند ريد. فبدا لاحظوا تم تحديدها بهذا الشكل. آآ ايضا لاحظوا يعني لا يوجد فراغات فيما بينها. فعلينا نضيف هذه الفراغات. فبكل بساطة سنضيف هنا مارجن. وان ريم توب بوتوم واوتو حتى تتوسط. فاذا سنجد الفراغ. فاذا جيد. فاذا الآن فهمنا هذا الموضوع. آآ فعليا انا لا اريد ان اقوم بيعطيها اي باكي جراوند. آآ لكن سأعطيها شيء اسمه بوكس آآ شادو. آآ من خلال بوكس شادو يمكن ان اجعل اجعلها بارزة على محور زد يعني. آآ فا او للامام او للخلف بمعنى اخر. فاذا آآ اذا بوكس آآ او في عمق الصبحة اقصد. آآ عمق الصبحة او الامام الصبحة. آآ فاذا بوكس شادو ستكون آآ اثنان بيكسل. وعشرة بيكسل. سنعطيها انتشار عشرين بيكسل. تعلموا عن هذه الخاصية. اذهبوا وتعلموا عن خاصية بوكس شادو. جميلة هذه الخاصية. وسيكون البوكس شادو آآ اللون الخاص بالشادو سيكون هو عبارة عن اللون البرايمري. نلاحظوا ظهرت معنا بهذا الشكل. آآ لنرى كيف ستظهر. لاحظوا بهذا الشكل ظهرت معنا. طبعا يمكن ان تغير ذلك يعني. يمكن ان تغير ذلك اذا لم يعجبك لكن هذه الفكرة. آآ جيد جدا. الشيء الثاني الذي نريد ان نعطيه لو اعطيناها قليلا من ستصبح شكلها اجمل هذه الكارد. ولاحظوا هذا هو ممتاز. وايضا سنقوم باعطائها آآ برأيكم ما الشيء الذي ساقوم به. لاحظوا هذا هو انه سيجعل هذه الكارد تظهر الثامنيل والديتيلز بجانب بعضها البعض. هذه ذهبت بعيدا بهذا الشكل سنحل هذه المشكلة. ولكن لاحظوا كيف هذا هو الشكل الآن. لان الصورة تأخذ كل المساحة. وحتى نقوم بحل هذه المشكلة. بكل وساطة. يمكن ان اكتب هنا ان نقوم بتعدي اه باعطاء ستايل للثومنيل. ونكتب مثلا ديس بلاي. وماكس ويت او ويت نعطيها ويت مئة في المئة. جيد. فنلاحظ اقوم بحل المشكلة. ممتاز. آآ ايضا يمكن ان نجعلها تقوم بنعطيها خاصية اه وفليكس واحد. ونعطيها مبدئيا مئتين بيكسل. لانني انا انوي ان تكون آآ تكون الثومنيل آآ تكون هي مئتين بمئتين. فبتالي العرض سيكون مئتين سأعطيها بداية مئتين آآ بيكسل. وبالنسبة لآآ الابشيكت فات. بآآ بنيكس جائس تحدثنا عن اوبشيكت فات. آآ فنسنعطيها كوفر. لاحظوا تبدأ بهذا الشكل. آآ تحدثنا عن اوبشيكت فات. على فكرة هذه الثومنيل سنستخدم فيها آآ يعني لا مشكلة. لكن هذا تمرين لكم. وسنعطيها ايضا بوردر ريديس. فبهذا الشكل ستكون بوردر ريديس. ليس على كل الجوانب. فقط على الجانب آآ فقط على هذه الجهة. بدنا نلاحظوا. الآن ستظهر. بدنا ممتاز. بدنا هذا هو بخصوص الثومنيل. لا اعرف دا كنتم تسمعون لكن صوت القطار يمر الآن. قطار آآ قطار قديم جدا. آآ يمر في عمان آآ على اي تحال نكمل. فاذا الآن آآ انتهينا من هذا موضوع الثومنيل. بالنسبة لموضوع آآ التي هذا القسم. هذا القسم. فهذا سنعطيه. طبعا هذا كله فقمنا نحن بإعطاء هذه قيم لهذا. والآن سنعطي قيم لهذا. فسنقول انها يمكنها ان تقوم لكن لا نريد لها ابدا زرو وخمسين بالمئة. نريد ان نعطيها خمسين من المساحة الموجودة. آآ ايضا سنجعل الخط يتوسط فيها. بهذا الشكل. آآ بالنسبة لريسيبي تايتل. ريسيبي تايتل آآ الموجود به التايتل. سنعطيه باكي جراند. هي نفسها اللون البرايماري. برايماري كالر. جيد. وبالنسبة لريسيبي لينك. يمكن ان نكتب تيكس ديكس ديكوريشن نون. ونعطيه كالر وايت. جيد. لم نمتهي بعدنا ريسيبي تايتل. فقمنا بإعطاءه باكي جراند. آآ اعتقد لماذا لا نعطيه بعدنا البادينج. بهذا الشكل. جيد. وايضا مثلا وايضا كالر وايت. الان سأريكم لماذا. هكذا. واعتقد وايضا فونت ويت. نعطيه بعدنا الفونت ويت. خط عريض. طيب. الان عندما يتم حول هذا. فبداية حول الريسيبي تايتل. هوبر. فانا اريد تغيير الباكي جراوند للون خاتم. هكذا لاحظوا. هكذا. لكن اريد ذلك ان يكون بسهولة. وايضا. لاحظوا الان. هكذا اجمل بكثير. آآ فاذا ممتاز. الان نأتي لهذا الريسيبي ديسكريبشن. الريسيبي ديسكريبشن. فقط سنعطيه بعضنا البادينج. وفقط. ومارجن بضع. نعطيه آآ بعضنا المساحة ادنى. او المسافة. المسافة افضل. هذي كلمة اجمل. مسافة. ولاحظوا الان هكذا. جيد. امتاز. جيد. فاذا هذي الريسيبي متة اريد ان اظهرها بشكل مختلف. فبكل بساطة ساكتب هنا ساقطيع وغريد تابلت كولوم. تكون ربيد ثري لون فراكشن. فاذا ستظهر بهذا الشكل لانها يعني بكل بساطة الآن لا يوجد مسافة لهذا الموضوع. لكن هنا يبدو شكلها افضل. هكذا. فاذا الان سنجعلها الان سنغير بالرسفونسيبيتي. فاذا جستيفاي كونتنت سنتر والاين سيلف سنتر. فاذا الان سيلف سنتر والتيكست الان ايضا سنتر. وبالنسبة للرسيبي متة ايتم. فسنعطيها تقريبا. وايضا سنضيف لها بعض المرجن على كل الجهات. وسنضيف لها خمسة بيكسل مثلا او عشرة بيكسل. اظن لاحظوا كيف ستظهر جيد. وايضا اريدها ان تتوسط مكانها فبالتالي ساكتب هنا اه ديس بلاي فليكس. وفليكس دايريكشن. لان كل ايتم على فكرة فيها تو سبان. فهذه التي اريدها تسبلي فليكس فوق بعضها البعض يعني. كولوم هو اه اريد توصيل ذلك. فاذا جستيفاي كونتنت سنتر. فاذا الان لاحظوا الميل. هذه سبان هذه سبان فوق بعضها البعض جاءت. فاذا ممتاز. اه ايضا بالنسبة هنا للريس بي متا. اريد تغيير الفونت سايز. حتى يكون خط صغير جدا. لان هذه مجرد متا لا داعي ان يكون خط كبير. فساجعله هكذا مثلا تمانية من عشر الرم. ممتاز. واريد ايضا ان يكون بخط يعني فاهي نوعا ما. فبالتالي سبعة. سوضيف اوباسيتي. واعتقد هذا فقط. ولاضافة بعض التلوين في هذا فيمكن ان نضيف ان الريس بي متا ايتم. اذا كانت هي عبارة عن عدد زوجي. سنجعل لونها لون السكندري. بهذا الشكل. لاحظوا كيف تظهر بهذا الشكل. الشيء الثاني الذي اريد ان اقوم به هو التالي. هو ان عندما نقوم بالتصغير لجهة الحاتف بهذا الشكل. فنريد الريس بي متا لا تظهر بهذا الشكل. فلنريدها ان دعونا نضيف هنا. فذا ميديا. مسلا ثمانية. ثمانية مائة بيكسل. فنريد الريس بي متا. كل نريده ان يكون مثلا مثلا مثلا. طبعا انا كتبت هنا المين ويت. يجب ان هنا ان يكون ماكس ويت. فذا لاحظوا ستكون فوق بعضها البعض بهذا الشكل. ووضع الطبيعي دعونا نضيف هنا بدلا ان تكون ثلاثة. اه ان تكون مثلا اثنين. اذا كان هناك حاجة لتغيير اي شيء. فسنغيره اه لاحقا. اه الان سنقوم بالتعامل مع المسيجز.